طيب نكمل مع بعض في تمثيل الفلوتنج موينت نمبر وحنستخدم طبعا الاي تريبل اي سبعمية واربعة وخمسين ستاندرد طبعا احنا هذا الستاندرد هو المتعرف عليه وهذا اللي بتم استخدامه لتمثيل الفلوتنج موينت نمبر داخل جهاز الحسوب طبعا من قسم لقسمين قسم الاول بنسميه السنجلي بريسيجن اللي هو الفلوت واللي بيستخدم 32 بيت لتمثيل العدد لان 32 بيت هدوله مقسمين لثلاث اقسام القسم الاول اللي احنا بنسميه الساين بيت الاشارة وحجمه واحد بيت والشق التاني اللي هو الاكسبوننت ومكون من تمانية بيت والشق التالت اللي هو المنتسة واللي مكون من 23 بيت اجمعهم مع بعض هيعطيني كام 32 هذا هي الفورمات او التشكيلة او الهيئة تاعت السنجلي بريسيجن فلوتنج كوينت نمبر اللي مكون من 32 بيت طبعا بشكل كراسم توضيح الكلام هاد هاي كل 32 بيت امقسمين لثلاث مقاطع الشق الاول اللي هو البيت واحد وهذا اللي هنستخدم فيه لو عبارة عن الصين اوف منتسة طبعا صين اوف منتسة حكينا عنها قبل بشوي بالسلايدي اللي قابل بعدين هانا حنستخدم تمانية بيت هذا التمانية بيت محجوزين اللي مين للإكسبوننت وشوفنا كلمة اكسبوننت والثلاثة وعشرين بيت الباقيين اللي هم مين قيمة المنتسة نفسه عدوا مع بعض هيطلع الاجمع الاتنين وثلاثين بيت هاده هي الفورمات تاعت الاتنين وثلاثين بيت سنجل بريسيجن طيب الشقة التانية اللي هو اللي هو بيستخدم هان اللي احنا بنسمي الضابل وبيستخدم هانا اربعة وستين بيت لتمثيل العدد طبعا الاربعة وستين بيت نفس الشيء مقسمين لثلاث اللي هم اه شريح شريحة الاولى اللي هو الصين بيت وهي حجم ها هتواخد برضو واحد بيت الاكسبوننت هانا بيلزمه او محجوز له كام احد عشر بيت لاحظ في اثنين وثلاثين بيت كان قديش تمانية بيت والمنتسة اللي هو الشقة التالت طبعا محجوز لها شريحة اثنين وخمسين بيت لكن هاده كانت تلاتة وعشرين بيت طبعا نفس الفكرة لاحظ هاي الاربعة وستين بيت طبعا هاده اول واحدة هايكون محجوز لمن للصين اف منتسة والشقة التاني اللي هان اللي هم مكون من احد عشر بيت يعني الاحد عشر بيت اللي بعدي هادول لهم الاكسبوننت واللي هانا الاثنين وخمسين الاخرانيين اللي هم اللي مين للمنتسة طبعا نجمحهم مع بعض هادول حيعطونا كام اربع وستين بت هاده هو الشكل العام للفورمات تاتل للسنجل بريسيجين والدابل بريسيجين طيب الان نعطي مثال هانا عشان نوضح الصورة معطيني جاي اللي فلوت الاكس بيساوي متين تلاتة وستين بوينت تلاتة السؤال هانا هاده الاكس كيف هتتمثل داخل الرام اولا بما انه هاده فلوت الكمبيلر هانا هيحتزله اربع بايت خلاص والعنوان اللي بشير على الاربع بايت هادول اسمه ايه اكس وهيتخزن العدد هاده هيك فالاربع بايت هادول باستخدام الاي تريبل اي فورمات اللي حكينا عنه بسلايد القابل شو بنعمل هانا اول خطوة فاول خطوة احنا فرس ستيب هنحول يعني الكلام هدا كيف بنحاوله زي ما خدنا احنا الفصل اللي فات طبعا ما يقسم لقسمين انت بالاول حول للشق اللي هان وبعدين حول البوينت تلاتة لبايناري وبعدين ندمجهم مع بعض فاجه هن في الاول حول اللي المتين تلاتة وستين حول اللي هي لبايناري ويطلع عندي الرقم هاد بالبايناري طبعا احنا التفاصيل هادي عندك يا بالاول اللي حاسب تعملها هي بتعمل القسم المتكرره الان الشقي التان اللي هو البوينت تلاتة اللي هو ما بعد الفاصلة هذا بدي حاله لبايناري طبعا بالضرب المتكرر وحنتام لنضرب ضرب متكرر طبعا لعدد لا بأسة به هنشوف مع بعض متى حنقف او يعني متى بكفي نقف الان هانا بدمجهم مع بعض فلاحظ مسكت الرقم اللي هانا هيك وبعدين حاطينا الفاصلة وبعدين كملنا مين صفر واحد صفرين واحد واحد الاخره هيك احنا دمجناهم مع بعض فصار عند الرقم اللي هو متين تلاتة ستين بوينت تلاتة هيك تمثيله بالبايناري دير بالك هيك تمثيله بالبايناري لكن مشيك حيتخزن داخل الرام واضح هادا نقطة كتير مهمة طيب الان اول خطوه هان 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 ركز معاي اول خطوه هان هاي الرقم تاعنا الناتج اللي طلع اللي هو اتنين ستة تلاتة بوينت تلاتة زي ما انت شايف وحنعمل هان اول خطوه بانه بدي اعمل عملية الشفت الشفت بدي اتمنى امشي هيك ولا هيك اولا بطلع هان بلاحظ في ارقام يبقى نحامش زي ما يعني ايش عمل اعملها هان يعني في المرحلة هان بحس بحولها للصينتفيك فورم الصينتفيك فورم هانا شو بنعمل قولنا بنمسك الفاصلة طالما انه هان في عند اكتر من قيمة بامسك الفاصلة هيك هي خانة هي خنتين هي ثلاثة هي اربعة هي خمسة هي ستة هي سبعة هي تمانية اوفي ولا باقف باقف ليش لانه وصلت هنا لاخر واحد يبقى انا انا مشيتكم من خانة هيك تمن خنات طيب بلاحظ هان أنا شو أعمل لهم بهم باللون الأزرق اللي مشيتهم واللي قطعتهم وحضروا في كام في 2 أس 8 أولا أو التمادي هادف في منها ليش هادة 8 لأنه هادة عدد الخنات اللي أنا مشيتها طيب ليش لتنين هادة لأنه هادة الأساس هادة عدد ثناي وإحنا أخذنا الكلام هادة في في الصيانتيفيك فورم يعني السلايد التعت الصيانتيفيك فورم يرجع لها عشان هادة هو الصيانتيفيك نوتيشن للعدد اللي فوق هانا ممتاز الآن أنا هنا بعد الخطوة هاي براح أستخدم العدد الثماني اللي هنا عشان أحصل على مين على الكمبوننت على الإكسبوننت فبقول لي هنا القانون الإكسبوننت هان بيساوي البياس زي ما أنت شايف زائد الإي أولا هادة الرموز طبعا كلمة البياس اللي هو كام 127 هادة رقم ثابت هادة 127 عدد ثابت في الفلوت نمبر يعني الـ 32 بيت الآن هانا إيش اللي هادة اللي هو تماني هادة التماني من وين جبتها أنا اللي هو اللي عندنا هانا زيك هادة هي التماني واضح؟ والتماني هاد من وين أجد؟ هادة التماني من عدد الخنات اللي مشناها من هان واضح؟ طب هادة الرقم من وين أجد؟ هادة الرقم كان تحويل العدد العشر هان لعدد ثنائي واضح؟ الآن لما بدي أجمع أنا الثماني زاد 127 وهذا عدد ثابت هيطلع النتج عندي 135 الآن بدي أحاول 135 لباينري الـ 135 لباينري طيب وبعدين الآن صرت أنا هذا اللي طلع عندنا هان هادة هو الإكسبوننت هادة هو الإكسبوننت خليناك طبعا الآن نلاحظ معاي احنا خدنا إنه الفلوت هانا مقسم إلى ثلاث شرح الشريحة الأولى اللي هو الساين بت والشريحة الثانية اللي هو الإكسبوننت وهذا اللي احنا بنسميناها مين؟ المنتسة تعال نشوف واحدة واحدة أولا هادي هي المنتسة والإشارة تعالتها هتكون واحد بت طب سؤال هانا هانا بحط صفر ولا واحد تعال نتطلع هل عدد موجب ولا سالب؟ موجب وبالتالي حيكون عندي هادة ايه؟ صفر خلصنا النقطة هاي؟ خلصناها اللي بعدية هان اللي هو مين؟ الإكسبوننت الإكسبوننت مكون من ثمانية بت وين هو الإكسبوننت؟ هاي فبدي أمسك الرقم اللي هانا هيك وبدي أمسك الرقم اللي هانا هيك وبدي أمسكه هانا زي ما انت شايف هادا هو شايف واحد أربع أصفار ثلاث وحيد أكمن بت؟ تمانية بت نجي الان على الشقة الثالث اللي هو المنتسة وين المنتسة؟ هاي المنتسة الرقم المنتسة وهو الرقم اللي من الفاصل وتعالى هيك لنلاحظ إحنا هانا نضغينا محيلك بس هاي لاحظ لما بدي أنقل الرقم هذا هانا هيك هذا الرقم هو اللي بدي يجوين هان لكن دير بالك إحنا حنتجاهل مين؟ حنلغيه اللي هي الفاصل والواحد بس ما بعد الفاصل اللي احنا بنضيفه هان زي ما انت شايف هذا هو المنتسة لاحظ عنا هانا أربع أصفار ثلاث وحيد صفر واحد صفرين واحدين صفرين واحدين صفرين طبعا هذا صار عندي عدد دورة بدأ متى بقفانة؟ لما يسكروا عندي عددهم على كام؟ الثلاثة وعشرين بيت وادها النقطة يعني عد هدولة هيطلوا عندي ثلاثة وعشرين بيت الآن هذا العدد اللي طلع هيك حيتم تخزينه داخل الرام هيك حيتم تخزينه داخل الرام فبتلاحظوا الموضوع أنه أنا أقض بكتير من موضوع الانتجر وطبعا خلينا نكمل هنا الآن بالDecimal Form اللي هو 263.3 البايناري Form اللي هو كيف حيتخزن داخل الرام لاحظ وليس زي هيك هذا احنا بالنسبة احنا إلنا كيف نحول لبايناري بس كيف حيتخزن داخل الحاسوب حيكون يختلف تماما زي ما شفنا حسب الفورمات هاي اللي احنا سميناها I-Tree-E Format حيك حيتم تخزينه داخل الرام ولو عايز تحوله متى بالDecimal ولو عايز تحوله كمان يعني اللي هو التحول اللي هو زي ما انت شايف أصوار ووحدات او لو او هاي هيك حيتم تخزينه داخل الرام بالضبط يعني شحنة متدانية عالية اربع متدانية ثلاثة عالية خمسة متدانية الى آخر فهذا ستكون مخزنة داخل الرام هاد الشحنة اللي انت شايفه هنا هيك هي التي تمثل العدد متين ستة وتلاتين بوينت تلاتة هيك بتم تخزينها داخل جهاز الحسوب طيب هذا مثال مثال تاني هنا عشان نوضح الصورة لانه هذا الموضوع بيطلب اكتر من مثال عشان توضح الصورة مثال تاني ما اعطينه هاد هي خمسة عشر الف متين و تلاتاش بوينت صفر خلاص عايزين نشوف كيف العدد هذا حيتم تخزينه داخل الرام اولا نفس الخطوات بالاول عايزين نحاول كلام هذا هذا كله لبايناري نحاوله بايناري زي ما احنا بنعرف الان هنا موضوع التحويل لبايناري قلنا بنقسم هاد لشقين الشق الاول هاد بدي حاله لبايناري وحيطلع عني العدد هاد بالبايناري بعدين ما بعد الفاصل اللي هو صفر وطبعا ما هيطلع كله ايش اصفار فبالتالي العدد كله اللي هو خمسة عشر الف متين و تلاتاش ككل صار عندي اللي هو الرقم هنا هيك ودمجت له مين اللي هو الباينت الاصفار الان نيجي للخطوة الاولى هاد احنا التحويل بالنسبة لان الان كيف بنحول كلام ماذا نخزنه داخل الرام هاد طبعا الخطوة الاولى بان بمسك الرقم هنا هيك والان انا بدي اجي احاوله لا ايه لصينتيفيك نوتيشن احاوله لصينتيفيك فورم او صينتيفيك نوتيشن كيف بحاوله لصينتيفيك نوتيشن هاد الفاصلة بتطلع هاد العالم كله موجود يعني يبقى انا حمشي بالاتجاه هاد صح حمشي لو اقفوا وين لما اصل لنقطة هاي يعني لما اصل لاخر واحد بتجاوزوه بتجاوزوش يبقى انا حقف قبل هان يعني الفاصلة هتزال هان في نهاية المطاف طب انا بدأت من هان اكم من خاني مشيت تعالي نعد هاي واحد اتنين تلات اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشرة احداش اتناعش تلاتعش لما وصلت لهاي يعني كان خاني ماشينا ماشينا تلاتعش يعني العدد اللي عيطلع عندي هان زي ما انت شايف هاي عمناه هيك وحضربه في كام في اتنين وسكام تلاتعش ليش تلاتعش تلاتعش هو عدد الخنات اللي الفاصلة اللي مشتها لحد ما وصلت هنا واضح النقطة هاي دير بالك ما بنتجوازش هانا هيك وهي اللي بطلع حالنا غلط وحيصير عند عدد اربعة عش بيصير حالنا غلط يقب نقاف عند اخر واحد طيب الان هنا رقم 13 انا هادو محتاجه عشان نهصل على الاكسبوننت التلاتعش شاو بعمل فيه حجمه مع المية وسبعة وعشرين اللي هو الباياس لاحظ هنا احنا قلنا عشان اجيب الاكسبوننت الاكسبوننت بنجاب منحصل جمع الباياس مع الاي اللي هي هي هادى القيمة سمناها الاي من CCC والان طبعا المية وسبعة وعشرين زاد مين المية و للثلاتعش الاجتأن هذه اخرج هي هاي كمان مرة هذه التلاتاش من هنا اجت الان تلاتاش ومئة وسبعة وعشرين بيعطينا كام مئة واربعين مئة واربعين حول لي هالا بايناري الان الرقم هذا هو مين الاكسبوننت هو الاكسبوننت الان بدنا نفرب طبعا انصفط اللي هو الرقم على الفورمات هاي طبعا هاد الفورمات ليه فورمات مين الاي تريب ليه فورمات سبعمية واربعة وخمسين فاولا هنجي لمن للسين بيت هنجي نطلع موجب ولا سالب بطلع هان هاضا عدد موجب يعانا شو هنحط هان صفر الخطوة اللي وراها هنعب مين الاكسبوننت اي شو بدعب بالرقام اللي هم معاي هم وهدول كان اللي هو البعنري للعدد مئة واربعين والمئة واربين اجه من وين من جمع المئة وسبعة وشيون اللي هو عدد سابت زاد التلاتاش والتلاتاش من وين التلاتاش اجت من هان التلاتاش كم اجت هان اللي هي حسب الخانات اللي احنا ماشيناها لما وصلنا لاخر واحد. واضح? وهذا اجي من وين? هذا اجي لما حولنا العدد اللي هنا لعدد بايناري. واضح النقطة هاي? فبالتالي الرقم اللي هنا هيجي اللي هو نفس الرقم اللي شايفه. اللي هو واحد ثلت صفار واحد واحد صفرين. الان نيجي لموضوع مين? اللي هو المنتسة. المنتسة حكينا احنا هان كيف بنجيبها? باجي بمسك من هان. لاحظ طبعا بتجاهل مين? ما بعد الفصل. يعني حبدا من هان. شايف من وين? حمشي من هان لحديت ما سكرة كم من خانة? تلاتة وعشرين خانة. او تلاتة وعشرين بت. دير بالك اوك تضيف الواحد فاصل لهان. اوك تضيف هذا بتتجاهله. يبقى احنا بس بنطلع الرقم اللي هنا. فلاحظ عنا واحد واحد صفر واحد واحد زي ما انت شايف صفر واحد واحد الى اخره. هدولة كم من بت هيطلعوا تلاتة وعشرين بت. هذا هو نهاية المطاف وهذا اللي هيتم تخزينه داخل الرام. فبالتالي اللي هو الرقم اللي فوق. البيناري فورم هيكون من نظره زي هيك. طبعا بالهكسي ديسيمال زي هيك. طبعا سكسي ديسيمال آآ آآ اللي هو طبعا النظام السادس عشر. وهنا هتعامل مع كتير فعشان انا باتطرق له. هو فعليا هيتخزن في الرام على سيجنال وهذا السيجنال انا ترجمتها من الباناري فورم. بس الهكسي ديسيمال هيكون تداول ما بيننا وحنشوف احنا الرام ومحتوياتها وعنوينها كلها تعتمد نظام الهكسي ديسيمال. طيب اتوقع انو هدا المثال التاني وضح الصورة اكتر. نحن در بالك بنكرر صدنا في نفس الخطوات. مثال تالت هان. في المثال التالت لاحز هناش معطيني قايل لي الفلوت الكي بيعطيني سالب صفر بويند صفر صفر خمسة. كيف الكي حيتم تخزينه داخل الرام؟ انتبه معي لانو هادا الموضوح انا بيعالج بنقطة تانية. اول خطوة العدد الصفر بنحاول كلام هادا كله لبايناري. من صفر طبعا هيتحول لصفر. هنجدين نحول الان صفر صفر خمسة لا ايه? لبايناري. هنستخدم هان الضرب المتكرر في اتنين اللي خدناه طبعا كلام هادا الفصل اللي فات. فهيطلع عندي الناتج اللي هان طبعا ممكن اكرر لكن انا حسب ما حقدت هحتاج. لان هادا هو اللي طلع معي. شو انا بعمل الان في اول خطوة عشان بدي اخزن الرقم هاد. بنا نشوف الرقم هانا كيف بدي تم تخزينه داخل جهاز الحاسوب. طبعا هو الحين زيرو بوينت زيرو خمس اللي هو هان سيبك من الاشارة. الاشارة هادا موضوع هتعمل بعها بعدين. انا بطلع فقط رقم لحاله. الان زيرو بوينت زيرو خمسة اللي هو تمثيله بالباينار هيكون زي هيك. خلاص? شو بنعمل? احنا عايزين نحول كلام هاد. لو طبعا الرقم هان هين نزلته هان. وعايزين نحول للسينتيفيك فورم. بطلع هان كيف بدي حوله سينتيفيك فورم. احنا اتفاقنا في السينتيفيك فورم هان لازم انا اصل لاول واحد وانسند عليه. طب انا بتطلع هنا صفر. اصبح انه هاد الفاصلة هتمشي وين? هتمشي بالاتجاه زي هيك. صح? طب هتمشي لوين? هتمشي لهان? لا. هتمشي لوين? لهانة بالزبط. يعني لازم يكون مسنودي وعلى يمينها مين? اول واحد. فلاحظ زي انا اكم من خاني ماشا. دير بالك الفاصلة اجدت هنا مجات الشان. هادو نقطة مهمة. فبالتالي اكم من خاني ماشا تحتيجي عنا هاي خاني. هاي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. ستة. سبعة. تمانية. عشان تصل لهان. لكن تمانية بالمجاب ولا بالسالب? بالسالب. بالزبط. فعشانك تطلع الرقم عنا هانا زي هيك. لنلاحظ انا خلينا امحي بس. هاد الفاصلة شايف مشيتها هيك هادو العادة الخط الحمر. وهي الرقم هانا زي ما انتا شايف. لكن هانا يكون عندي في اثنين اسكام سالب تمانية. الان بستخدم السالب تمانية عشان احصل على مين? على الاكسبوننت. حجم على السالب تمانية زايد مين? المية وسبعة وعشرين. شو هيعطيني? مية وتسعة عش. المية وتسعة عش هانا لو بدي احولها لبت لبايناري هتعطيني الرقم هاد. هو بلا صح عشان النقطة تكون هادو واضحة وما يصيرش لبس. اولا انا محتاج يكون هانا يقول اكم من بيت تمانية بس بتطلح هو رقم هيطيني كام سبعة. قبلت اللي هانا بضيف هانا اش من عند بعبيها اصفار. هادو ملاحظة مهمة. الان هان هانا نيجا على الفورمات. اول بيت هادو موجب ولا سالب اه نتطلح هادو السالب يعني هتنحط هنا ايه واحد. نيجا لموضوع الاكسبوننت الاكسبوننت هيو. طبعا زي ما انتا شايف حبدة بصفر تلات وحدات صفر تلات وحدات اللي احنا جبناه من هان. واخر شي اللي هو المنتسة المنتسة زي ما انتا شايف بمسك هادو كله بتجاهله. ما بعد الفاصلة هادو الرقم اللي من هان هادو اللي هعبيه هيك وحبدة من صفر واحد تلت صفار تلت وحايد واحد الاخر يعني لاحظ الارقام اللي هانا وهدو لها كم الرقم لازم يكونوا اتنين وتلاتين او تلاتة وعشرين واحد. الان هادو هو هيك هيتم تخزينه داخل الرام. وطبعا كمان مرة انك هاتبين لك الدسمال فورم هايو. الباناري فورم هيكون منظر ازاي هيك هادو هيتخزن داخل الجهاز. وليس هيك احنا بتم تعويله عشان نتلاحظ الفرق بين هاد وبين هاد. بعدين الهكس الدسمال فورم واخر شي انو احنا الرقم هادو كيف نحاوليوني لشحنات كهربية او اللي هو السيجنال فورم. هادو بالنسبة لفلوت. تعال نشوف موضوع الدابل. الدابل اللي هانا هو طبعا الفورمات تاعته دابل لبريسيجن. يعني هانا هستخدم انا اربع وستين بيت لتمثيل العدد. والفورمات تاعته بتختلف عن فورمات اتنين وثلاثين بيت لانه هو بيت للسين وحدة عشة الالكسبوننت واثنين وخمسين لمين للمنتسة. فاول شي احنا الرقم اللي هان لكن الخطوات هي هي. مش هانا مش تختلف الخطوات في اختلاف بس بسيط زي ما هنشوف مع بعض. فان قيل لي لما نعمل احنا على الجافا واسي بلاس بلاس ونقول له دابل الواي بعطينا الرقم هاد. هادا بالزبط شو معناته كيف هيتخزن داخل الرام. اولا لازم احاول رقم هادا كله ليش لباينري. كيف بحاوله كله لباينري? باخد الشق الاول لما قبل الفاصلة وبحاوله لباينري ويطلع عنا زي هيك. وبعدين البوينت ثلاثة اللي ما بعد الفاصلة وبحاوله طبعا زي ما انت شايف زي هيك. وبعدين هنحدمجهم مع بعض زي ما انت شايف هادا هو الرقم الناتجي النهائي. واللي انا طبعا هنا كتبت لك يا هان. لان هادا اللي صرت انا قاعد بكرر في نفس الخطوات. لان شو انا بدي اعمال? بدي احاول الكلام هاد لا ايه? لصينتيفيك فورم. صينتيفيك فورم يعني بدي امسك الخاني هادا وحمشي واحد. اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. وهانا بقف بقف اخر بتجوازش الواحد. يبقى حيكون عندي الرقم اللي هان زي ما انت شايف هيك هينو عاملك اياه. بالاسود اللي مشيته الغامج. وطبعا هيكون عندي في اتنين وسكام اتنى منية. لانه تمان خانات انا مشيت هاتجاه الشمال. الان تمانية هادا بدي بدي استخدمها عشان احصل على الاكسبوننت. لكن لاحظ هنا دفعات الاكسبوننت مع مين? مع الف تلاتة وعشرين. طب ليش الف تلاتة وعشرين? لانه هادا عدد ايه? بابل. لانه هانا مستخدم الدبل لبريسيجن. الفورمات تاعته بتختلف والبايس تاعته بختلف. البايس سانا فيه الدبل بيساوي الف تلاتة وعشرين. لكن البايس في الفلوت او اتنين وثلاثين بيت كان جديه مية وسبعة وعشرين. هادا الملاحظة مهمة. الان بدي اجمع التمانية زاد الف تلاتة وعشرين. هيطلع عندي الف واحد وثلاثين. الانف واحد وثلاثين بدي احاول له بايناري. وهدولة عدد البتات لازم يطلع اكم من بت احد عشر بت. صح? لانه هادا هي الفورمات تاعت مين? تاعت الضابل اللي هو باستخدام الايت ريبل اي سبعمائة واربعة وخمسين فورمات. فاول شي حنيجي هالا مين هنا على الساين المنتسة. موجب ولا سالب? موجب. مدام موجب يبقى نكتب هنا ايه? صفر. بعدين نيجي نعبه هنا مين? اللي هو الاكسبوننت. اكم من بت? احد عشر بت. من وين اجيبهم? اللي هم معايهم. لاحظ واحد اعتقد سابع اصفار. اه واحد 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 او ستة اصفار. نعم تمانية. نعم احد عشر بت اللي هما جبتهم من هان وهدولة كان عبارة عن تحويل الرقم السالب اللي العشر اللي هان وهذا العشر كان نجمع مية وتلاتة وعشرين زادة تمانية. والتمانية هادة احنا جبناها من. من حسب ما حول لما حولناها scientific form لما حولنا الرقم اللي احنا هاته scientific form. الان اخر شي بدي احول اجيب المنتسة. هادة هي المنتسة اللي هي مكونة من اتنين وخمسين بيت. لاحظ حابدة من هان. وهتم نماشي ايه? على طول لما يسكروا مع اي اتنين وخمسين بيت. فاول رقم زي ما انت شايف هي واحد اتنين. يعني اللي ما بعد الفاصلة هيك. خليناها بحباس شان كل تأكد انه شايف. يبقى هذا الكلام هنا البوينت واحد هادة بتجهالها او اتقرابها. ما بعد الفاصلة هم اللي ابدأ امزلهم هان. يعني هادة الصفر اللي هو هان هي اول صفر الصفر التاني هاي الرقم التاني. ويمشي طبعا لاحظ هانا صار فيه باترن عنده او تكرار. لانه هادة على الدور البوينت تلاتة. واحد ين صفرين واحدين صفرين لحد ما صليها. لانه عدد هدوله لازم يطلع انه كان اتنين وخمسين. لان هادة هو الرقم اللي هيتم تخزينه داخل الرام اللي مكون من اربعة وستين بت. وهذا العدد بالعشرة. وهذا العدد بالبيناري. وهذا العدد بالهكسي ديسيمال. وهذا طبعا مقطع من البيناري فورمتها. واضح? الاختلاف ما بين الدبل والفلوت. بس في موضوع مين? البايس هادة ننتبهها. بعدين اللي هو موضوع توزيع المقاطع انه هنا عندي بت واحدة للصين وهنا عندي احد عشر بيت لالكسبوننت. وهنا عندنا اتنين وخمسين بيت للمنتسة. انما باقي الخطوات نفس الخطوات نفس الترتيب نفس الفكرة. طيب سؤال تاني ايه هانا? احنا مفيش سؤال تاني للدبل. لا خلاص مفيش سؤال تاني للدبل. الان هانا مناكس هانا الوضع. يعني انا جايلك. ازا انت فهمت بالزبط كيف تحويل من فلوت او من دبل وكيف تعرف كيف بتخزه داخل الرام اصبح ممكن لو ورجتك محتوى الرام هانا. واقول لك قرى للرقم هاد لازم تعرف. فبقول لي هانا هادا الرقم مخزن وين? داخل الرام. طب انا معطيك ايه على شكل ايه? هيكسي ديسيمال. وقيل لك هادا الرقم لو بتطبع للشاشة شو هيطلع? هل يطلع موجب سالب? اه فيه كسور? فيش فيه كسور? هادا كلام اللي هنشوفه مع بعض. اولا احنا عارفين قال لك هادا اسم هادا ديسيمال فالو. يعني انا بلاقي قابل هيك معرف المكان هاد اللي مخزن فيه الرقم هاد. معرف انه كان يا فلوت يا دبل يا انتجر يا ايشي. انا كيد معرف ايه? فلوت. انا قيل لك انه هادا بلاقي معرف افلوت. مدام معرف فلوت فاصبح تعال بدنا نفرد الرقم اللي هانا هي. هيلاحظ على اثنين وثلاثين بنتي فلوتنج نمبر. يبقى اني بدي امسك الرقم هادا وبيدي ا Bluetooth وبعكس الان اينا لاحظ كيف بدي افرده لو احنا نحاول بـ Binary طبعا سهل تحويل لان هو صفر 40 4040 B اللي هو يعني واحد صفر واحد واحد زي ما انت شايف. وبعدين اخر الشي اللي هو سي سبعة بعدين واحد بعدين سي. سهل تحويل من Hex لبينري. هادا هو الرقم. شو اللحظ أنا اش عملت. رحت فصلتم عن بعض. يعني اول شي مسكت اللي هنا. هادي ليش استاذ? هادي للبت. واحنا اخدناها يعني هادي البت اللي هنا اللي هو للساين. هيكون واحد في حالة النيجاتف وهيكون صفر في حالة بوزيتف. يبقى ان اول معلوم عرفته انه هذا العدد هيعطينا هو عدد فلوتك بويت نمبر هل هو موجب ولا سالب هو عدد سالب. كيف عرفت? اطلعت هنا لانه هادي ايه? واحد. طيب العدد اللي هنا هاخد التمانية بت اللي وراهم هدولة مين هم الاكسبوننت والثلاثة وعشرين اللي هان ها يكونوا مين? المنتسة. طيب الان انا بامسك الاكسبوننت وعايز اجيب مين? الريل اكسبوننت. يعني بدي الغي موضوع اللي هو يعني يعني بغير الموضوع السينتيفيك. فايش بنعمل اللي احنا هان? القانون بقول لك امسك العدد اللي هنا هيك واطرح منه مين? مئة وسبعة وعشرين. مش هذا كان عبارة يعني الرقم اللي هان حوالناه لي كان عبارة عن عدد عشرة. والعدد اللي عشر هان اللي هو كان حاصل جمع مية وسبب وعشرين زاد رقم. انا عايز الرقم هان. فاش بعمل بمسك لهذا هيك وبنحاوله لعشرة. هادو حولنا لعشرة يعني ايه نفس الرقم هيو هي. حولنا لعشرة وطلحنا منه كان نية وسبب وعشرين. طلعنا تلات. ايش تلاتة بالموجب ولا بالسالب بالموجب. مع تكلام انه احنا لما حولنا من في الاول مشينا نكمل خطوات تلات خطوات. باليمين ولا للشمال. بما انه موجب يعني رحنا على الشمال. لو كان سالب يعني احنا رحنا ايه على اليمين. طبعا هادا هيفرك معنا الان في القراءة تاعته. فلا بقول لي هانا. بنا الان نكتب مين المنتسة اللي هو النظام اللي حكينا. فاول شيء المنتسة كالتالي باجي باخد طلع الرقم اللي هانا هيك. شايفو? هادا الرقم اللي هانا هيك. وحنكتب وين? وحنكتبه هانا هيك. هادا هو بالزبط. ولاحز معاي. اللي هما هي واحد اتنين تلاتة اربعة. هيهم واحد اتنين تلاتة اربعة. طب ايش هادا بوينت واحد? اه. قال لك دير بالك. احنا الدونات ما تنساش اللي واحد. ذاكر احنا في التحويل كنا نلغي الواحد والفاصلة. الان احنا بنركبهم تركيب بس. انما هدول الرقم هادا الرقم هو اللي بينزلهان كما هو. اللي هو مين تاع المنتسة? تاع المنتسة بيجي من هان وبضيف له انا بوينت واحد. طبعا انا بنحط اشارة السالب ولا موجب حسب الاشارة اللي معنا. هادا عندنا واحد يعني احنا حطيت السالب. الان ضرب كان اتنين وثلاثة. طب من وين جبت التلاتة هاد? اه ثلاثة هو كان حاصل طرح اللي هو الاكسبوننت اللي هادا لما حولنا لعشرة وشلنا منه المية وسبعة وعشرين. وهاد حلق القطوات هاي. فبالتالي هان بما انه هادا اتنين وثلاثة اللي هان هادا صار اسم هادا صينتفيك فورم. بدي ارجع لالفورم الطبيعي. هادي موجب ثلاثة. يعني بدي امسك الخان اللي هانا وحمشة حمشة في الاتجاه هاي واحد اتنين ثلاثة. فحصفي عندي هانا لاحظ اربع وحدات. طبعا هادا صار جزء من الرقم. بوينت اللي هو واحد صفر واحد واحد. هادا العدد اللي الحين احنا بنا نحول لمن لعشرة كيف نترجمه? نحول لعدد عشرة. والتحويل لعشرة هانا ساهل لان هادا العدد خمسطاش وهي سالب خمسطاش. وهذا العدد هنضرب اللي هو واحد في اتنين. يعني هادا واحد في اتنين والصفر. اه وصفر في اتنين والستنين. طبعا يعني صفر. واحد في اتنين والثلاثة. واخر شي واحد في اتنين والساربعة. بالالقال الحاسبة يعني هيطلع نص والرقم هاد والرقم هاد. هيعطينا هاد. لان الرقم هادا هاجمعه مع مين? هاجمعه مع الخمسطاش طبعا. هادا الرقم هيك. اضيفه مع الخمسطاش بالسالب. هادا الرقم اللي هيطلع عنا على الشاشة. كيف تخزن? كان مخزن عندنا على دخل الرامزة هيك. لما قرنا هذا الرقم اللي هيطلع عندنا وين? على الشاشة. واضح عن نقطة هاي. طيب. مثال تاني. جاي لك هذا برضو نفس الشيء انا ما اعطيك. جاي لك هذا رقم خزن. والمكان هذا بقى ان احنا عملي له declaration انه هو float. ايش الرقم اللي هيضر على الشاشة? نفس الخطوات هنعمل. همسك الرقم هيك وبيدي احول لمن? لبايناري. وبيدي افرزهم مع بعض. الان بدي اشيل البيت هاد اللي حالى لمن للسين. فاحنا بنعرف بما ان هاد صفر يا انا عنده عدد حيطل عدد موجب. تمام? بعدين التمانية بت اللي هانا. هادة بدي احصل لعشان الكسبوننت واخر شيء المنتسة. طب ماشا شو باستخدم الان? اول شيء عرفنا انه هاد العدد اللي حيطلع عندنا عدد موجب. حيواحن. الشيء الثاني. عايزين في الاول نحسب مين? اللي هو الريالكسبوننت يعني اه هاد الرقم بدي احوله لعدد عشرة. وهطرح منه مية وسبعة وعشرين. طب احنا شوف الكلام وين هان? هادة نحن نسمينا الريالكسبوننت. لا لاحظ الرقم اللي هان اللي هو نفسه اللي هان. حولنا لعدد عشرة طلع مية وخمس وعشرين ناقص مية وسبعة وعشرين. اعطاني كام سالب اثنين. بالسالب. مع هذا كلام انه نتجاه الفاصل عنده هنكون باليمين. يعني عكس السؤال اللي قبل. وهستخدم الكلام هادة هيك. فنش بعد? خلين نرتب الوضع مع بعض. هنا بدي جميعهم مع بعض. باجي هانا اول شي على. طب هادة الاصفار مبقى سروش عنده. حمسك الرقم هانا هيك. 0101 هايو. خلاص. هادة مين? المنتسة. بضيف له مين? البوينت والواحد. لنحنا هادة كان في الاول كنا نشيله. الان بنا نرجعه. وهنضع ضرب اثنين وسكام. ضرب اثنين والسالب اثنين. ليش سالب اثنين? لان هاي سالب اثنين طلعت معنا هان نتيجة الطرح اللي هو الرقم اللي هانا اللي بالعشرة لما شلنا منه المعدد مية وسبعة وعشرين. فهيطلع عندي هانا الان بما ان هادة سالب اثنين هادة اسمه الصينتفك فورم. بدي احاوله للفورم العادي. مين هادة سالب اثنين يعني وين هروح انا بالاتجاه هيك? خلاص? يبقى بالداج الفاصلة هان طلع الفاصلة هان هاي مشت واحد. تمام? مدام واحد يبقى حوض صفر. بعدين حامشة هاي كمان واحد. هاي البوينت تاني. يعني صاروا اثنين. هاي مشتهم الاثنين وهذا الصفر الاخير. لازم نعمل هادة صفر. فصار صفر بوينت صفر واحد زي ما انت شايف فان. انا شوية صارت خربشة بس مش قصة نقطة واضحات. هين امحيهم انا كمان مرة. نلاحظ لو انت عايش تمشي في السالب اثنين بالاول كنا هنمشي زا زاكر في الاسلالت كنا نعمل واحد ونمشي هانا اثنين ونحط سالب اثنين. فهنا رجعته. يعني عكس الكلام اللي حكينا في التحويل من اللي هو من فلوت لباينر النمبر. الان فالناتج انت هيطلع ازاك? الان هذا بدي احاوله لعدد عشر. تحويل عدد عشر سهل. لان هذا العدد سعينا صفر بالموجب. بدي امسك الرقم هذا هذا في اثنين والصفر. صورة واحد. اثنين السلب واحد. اثنين السلب اثنين. اثنين السلب ثلاثة. اثنين السلب ارته وتنين السلب اربعة. الفاي Lo بقي اصفار. اطلع اجمعه مع بعض بطلع revenue. فبالتالي انت علم على الشاشة اللي هو الرقم هيك. pues 328125 واللي هو كان مخزن داخل الرام زي هيك. واضح النقطة هي. طبعا نفس الشي لاحظ هو الاملية تكرار للخطوات. ما فيش مثال عندنا هنا للدبل لكن الدبل نفس الفكرة نفس الخطوات. وحاطر كل كلام هذا من خلال اسئلة الاكسرساز والواجب تحلوه. طبعا هنا حطرنا. طبعا هتساليونا اسئلة اللي بتكون اياه في موضوع الدبل يعني النقاط اللي مش واضحة. وهذا الكلام اللي بدي يعزز انك انت فهمت ولا لا من خير حلك لاسئلة الواجب. يعني النقطة اللي هتقف عندها بت بتنزل سؤالك حيتم المجاوبة اللي هيك انت ان شاء الله بتكون الموضوع عندك واضح وسائل. انا مدفع بك انا ايش السؤال هاد? السؤال اللي هانا نفس اخر شبيه بالمثال اللي اخدناهم بالمحاضرة. معطيك انا بيقول لك هاده محتويات الرام. بيجو بيقول لك هانا اه مثال. what will s1? when s1? be displayed on the screen. طبعا اشرح لي بالتفصيل. اقول لي كيف عرفت الكلام هاد? يعني النفر طب هاده مخزن بالرام. اول شي وين s1? هاي s1. طبعا قيل لي هانا قيل لك دير بالك هما s1 لاحز بيشيروا الاثنين بايت. لاحز? وقيل لك انا قبل لك هاده كنت معرفه انه هو unsigned short. شو اللي هيطلع الشاشة لو انا عايز اقراه? بما انه unsigned يعني الرقم كله هحوله مباشرة لا ايه يا استاذ? لعدد عشرة. لانه فيش فيه موجة بوسالم. الناتج تحت تحويل عدل العشرة للرقم هاده كله هو اللي هيطلع الشاشة. طبعا الرقم هاده هو الموس significant bit بعدين الرقم هاده ازاي هيك عشان تعرف مش متخربطش. حول العشرة فقط هاده هيطلع. نيجا هانا مثلا الان اكس واي هاي اكس واي. لاحز هانا هاي اكس واي. لاحز اساسا الرقمين اللي هانا هم نفس الرقمين. نفسهم. نفسه. طبعا كيفة? يعني مخزنين في الرام نفس الشيء. هاده ملاحظة مهمة تنتبه لاله. نفس الرقمين. انا بالعمدة ان عملت الكلام هاد. لان بما انه ان احنا معارفين وهنا انتجر يعني هو signed. وانا معارفين واي انتجر لكنها unsigned. طب ماشا هدا لو بدي اقراء الشاشة شو حيطلع وهدا لو بدي اقراء الشاشة شو حيطلع. مع انه ملاحظ هم كشحنات كهربية typical نفس الشيء. ما غيرتش ولا شيء بينهم. لكن هيطلع عنده شغلتين مختلفات تماما على الشاشة. الان بما انه هاده يعني يقبل موجب وسالب. بتطلع اول نقطة عمين على most significant bit هاي. اخر bit هاي اللي هي واحد. بعرف انه هاده عدد موجب ولا سالب? سالب. كلام ما خدناه هاده الفاصل اللي فات. شو بعمل الان? بامسك الرقم هاده كله هيك. وبحاوله للتوس كومبليمنت. وبعدين الخطوة الثاني بحاوله لعدد عشرة. وبحط جنبه ايه? اشارة سالب. هاده الرقم اللي هيطلع عنده على الشاشة. لكن نجي نطلع هان. هاده قل لي unsigned. مدام unsigned مفاشرة عملية واحدة. بامسك الرقم هاده هيك. وبحاوله لإيه? لعدد عشرة. وبظهره على الشاشة. وهيطلع طبعا الرقم هاده اكبر بكتير من العدد اللي هانا. واذا كلام انت لها لك جرب وعمله. تعالي نشوف مثلا الاس اتنين. كيف هنرد? الاس اتنين برضو الشورت. لكن لاحظ الشورت هي signed ولا unsigned? signed. يبقى هاده عدد موجب ولا سالب? هاده سالب. مدام سالب? همسك الرقم هيك. وهيحاوله للتوس كومبليمنت. بعدين بحاوله لعدد عشرة وبعدين بحط جنبه اشارة سالب. طبعا الكاركتر وما الكاركتر هنخطي عندنا بالتفصيل في المحاضرة الجاي. نجعل الفلوت هنا. مسلا عندنا عدد فلوت. العدد فلوت فيش فيه signed و unsigned لانه معروف لانه بيستخدم عنا نظام. لكن بقدر انا عرف مباشرة بما انه هاد بقى معارف فلوت. عدد موجب ولا سالب. بطلع الصفر اه بعدد هو ايه موجب. كيف بدنا ايش هيظهر على الشاشة? ايش بعمل هاده اول بت اللي هنا هيك? للاشارة باعرف انه هاد عدد موجب. بعدين بدي عدي هنا اكمل بت خانة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة السابعة. تمانية. تمانية بت. هادول ايش ما لهم تعيني? الاكسبوننت. شو هعمل فيهم? هحولهم لعدد عشرة. وحطرح منهم عدد مئة وسبعة وعشرين. والعدد اللي نتج عندي هو اللي هنستخدمه عشان اطلع الري الاكسبوننت. طبعا زي المثال اللي حكينا في اخر المحاضرة. المنتسة اللي هي العدد اللي هان. زي ما انت شايف زيك هاده كله منتس. طب انا ده وقتك تكسف لحل تكتب الكلام هاده وتحل على ورقة عشان طبعا تبقى الكلمات هاده او المعلومات كلها واضحة من خلال حل الاسئلة. الان هان هانا برضو معطيك انا جايل لك شايف هاي طبعا التاني. ولاحظ هنعرف انه عدد سالب. وهنستخدم التمانية بت اللي وراه عشان نحصل على الري الاكسبوننت. وهذا هو المنتسة وبعدين منحول عدد عشر ونشوف شو هيطلع عنا الشاشة. هانا الان الضبل هاي طبعا التي والدابليو هاد الضبل تي والدابل اه سوري دابل تي والدابل تي دي نفس الشي انا عايزك الان تاخد الرقم هاده اللي مكون من اربع وستين بت وتقول لي ايش هيطلع على الشاشة. موجب ولا سالب وكيف الكسور العشرين وهذا عدد ايش? بما انه دابل يعني هو بيستخدم الاربع وستين بت اي تريبل اي فورمات. وهان نفس الشي. وشوف له الرقم ايش هيطلع? وهذا ايش هيطلع? واللي فلوتش هيطلع? واذا كدرت انت تجيب الكلام هاد صح? طبعا با اما تتأكد في الترجة امسك الرقم برضو حاوله لثناء وتأكد انه حلك صح هيك بكون النقاط او المحاضرة اللي احنا او المواضيع اللي بدنا انها وصل لك هي خلال المحاضرة بتكون وصلت. لكن هذا الموضوع بيتطلب اه مراجع بدل مرة مرتين وبيتطلب هذا حل امثلة وحل حالك. حل حالك عشان تعرف انت وين بتقف? بعدين نزل اسئلتك على المجموعة او تشاركوا مع بعض في الحلول. انما لازم كل واحد او قد محاله لانه هذا بده كتير دقة لانه ارقام زي ما انت شايف اصفار ووحدات بده كتير تركيز. اه اتوقع ان احنا هيك وصلنا لنهاية المحاضرة. اه نراكم ان شاء الله المحاضرة الجاية يعطيكم الف عافية.